موسيقى رجعنا لكم تاني وفقرة مهمة جدا جدا للستات والبنات ليه؟ لأنه تاج المرأة شعرها إزاي نحافظ على شعرنا جميل وصحي؟ ده اللي حنعرفه مع خبيرة التغذية العلاجية والتجميل والليزر نجلاء سرحان ومديرة شركة أورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية نجلاء أهلا وسهلا أهلا بيكي حاب أنا هبتدي أول حاجة بالمشكلة اللي بتواجه معظم البنات الشرقيات بشكل عام وهي الشعر الكيرلي معظم البنات بيواعزين يتخلصوا من الشعر الكيرلي ويعملوه ليس إزاي؟ قسي هو الشعر الكيرلي أصلا عموما طبعا أسبابه كتير يعني ممكن يكونوا راسة أنا شعري كيرلي ممكن يكون أنا اللي بعمل ده في شعري إن أنا بحمله ما بعملهوش نظام أو روتين عناية للشعر فبالتالي أنا ببدأ شعري يجف وينشف لأن الشعرية ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها محتوى مائي جوه أما أفضل أحمل الشعرية دي بتطلع المحتوى المائي بتاحها من جوه فتبدأ الشعرية تنشف وجف وتقصف عندي فتقولك إيه ده أنا كان شعري ناعم من فترة أو إنه أنا صغيرة كان شعري ناعم معين لما أجبرت كده حسن شعري هايش وبقى مقصف وناشف طب ما هو ده بسبب إن أني ما بتعمليش روتين عناية للشعر طيب ممكن يكون بسبب السبغة الكتير أو السشوار الكتير الحاجات دي كلها بتنشف وبتقصف الشعر إن أنا تعرض لشمس كتير كل دي عمان بتتلف الشعرية نفسها وبصيلة الشعرية نفسها فبالتالي المفروض الطبيعي إن أنا أمشي على روتين عناية بالشعر وطبعا طبيعة زي ما أنت قلتي شعر العرب عموما أو الشعب المقع طبيعة نفسها بيبقى طبيعة كيرلي طيب إزدائي أتغلب على الموضوع ده إن أنا ممكن بفرد الشعر طيب فرد الشعر الجديد اللي احنا عملينه في الشركة أو اللي هو موجود الحمد لله من فترة طويلة هو بروتين زيرو فورمالين بروتين أورجانيكا بروتين أورجانيكا مفهوش فورمالين فيه كل مواد طبيعية فيه كولاجين فيه بروتين فيه كيراتين فيه فيه فيتامنزي إي وإيه مواد طبيعية كل مواد طبيعية وزبدة شهية وفيه كمان زيود طبيعية زي الأرجان والجوجوبة وزيت الزتون زيت بزرت الكتان كل أحمد أمينية اللي محتاجها الشعر علشان يبقى ناعم أنا دايماً بقول إن أنا ما بفردش بس فيه الفرد اللي موجود بره بيفرد وبيضع في الشعر لكن إنتي محتاجة تفردي وترميمي الشعر نعمل ترميم ونخلي الشعرية سمكها جديد يعني يبقى فرد وفي نفس الوقت معالي ترميم وعالي إن أنا بزود سمك الشعرية بزودها بالكولوجين اللي موجود فيها الكولوجين بزود سمك الشعرية طيب عندي إيه تاني؟ عندي زيدة الشي بتعلي المحتوى الماء اللي موجود جوه الشعرية فالشعرية لما تيجي تفرديها تحس إنها نعمة طبيعية فيه فرق ما بين إن أنا حس إن شعري هلسي كده وجميل وناعم ولامع لوحده فيه فرق من إن أنا حس إن الشعرية فعلاً مفروضة يعني تشوفي تحس إنها مفروضة فعلاً على فكرة موضوع الفرد ده مهما يعني لو الشعر مش صحي بيبقى ما فيهوش لمع بيبقى مفروض بس باهت بالضبط مفروض ومشدود قوي بطريقة رهيبة لدرجة ان الشعرية تلاقيها مشدودة جدا فتحس انها ما بتتحركش معاك مش لينة مش طرية معاك طبعا المجموعة دي كلها كاملة المجموعة دي فيها اربعة ايتم المفروض ان هو اول حاجة الشامبو الشامبو ده دايما انا بقول يعني بعد ما بستخدم مجموعة البروتين انا بحافظ على البروتين اللي انا عملته المجموعة اربع منتجات غير البروتين البروتين متين ميلي الشامبو متين ميلي السيرم متين ميلي رايزك يبقى تقوليلي يعني خطوات استخدامهم بالترتيب اول حاجة لتختموه اللي هو اللي بيفرس بالضبط اول حاجة البروتين طبعا انا بستخدم شامبو من برا شامبو معين نمك لما بتصلوا بالفريق الطبي بيقولهم الشامبو ايه اللي هو قبل بخسل شعري كويس قوي بيه وبعد كده ببدأ ان انا اخسله كم مرة فبنزل الدون مهم جدا وبقول لكل واحدة عايز تفرد شعره صح لازم اخسل شعري كويس جدا وبنزل كل الدهون اللي موجود عليه عايز اقولك انت بتروحي عندك وفير تعملي شعرك في العادي خالص لو انت دهن اي حاجة بيقولك او ما غسلتهش كويس اقولك بيدخن فطبعا لازم اخسله كويس قوي علشان يستقبل المادة كويس تقبل البروتين كويس فبعد كده ببدأ ان انا اشفه وجزقه كاني هعمل سابغة بالزبط بجزقه وبعد كده بفرد عليه البروتين انت بتوصفيلي بتقوليلي انا شفه اه جزقه هل ممكن انا اعمل ده في البيت من غير كوفير والله لو شطرة وعندك البي بيليس القوية اللي هي بتاعت البروتين اعمله في البيت مفيش مشكلة خلص في كتير خدوه وعمله في البيت تلع ممتاز طيب لو انا مش شطرة لان عايز اقولك ان فيه ناس ما تعرفش تصرح شعره لو انا مش شطرة ايه اللي ممكن يحسن لا مش هعرف اعمله نفسي فيبقى روح لكوفير او بيتي سنتر اعمله يعني يقضل لو انا مش متمكنة انا انا روح لكوفير بالزبط فببدأ ان انا بعد مما انا شفه كويس ببدأ ان انا اسيبه ينشف المادة وبعد كده ببدأ افرده او اكبسه زي ما بيقوله البيت سنتر او افرده بالبي بيليس مفيش تشوار لا مفيش تشوار السشوار انا نشفته بيه هوا بارد وبعد كده ببدأ ان انا افرده بالبي بيليس وبعد كده ببدأ ان انا اسيبه يوم كامل يعني من بالليل للصبح وبرجع افرد عليه تاني وبعد ما بفرد عليه تاني ببدأ ان انا اشطفه بقى اشطفه بايه او اغسله بايه بالشامبو بتاعه اللي هو افتركير وبعد كده ببدأ احط الهير موسك ما بغسلش بقى بعد كده خلاص انا غسلته شطفته وبعد كده ببدأ ان انا احط الهير موسك مايش فيه خطوة في النص اللي هي بتاعت الشامبو لا انا بشطفه بماية الاول بستخدم الشامبو بعدها بثلاث سيئة يعني في الاول بستخدمش شامبو خالص لا قبل الفرد وبعد كده بشطفه كويس وبعد كده بحط بقى عليه الهير موسك بس لازم الشامبو بتاعه نفس المنتج نفس المنتج ليه لان انا حطى نفس المكونات اللي موجودة في البروتين يعني حطى بروتين حطى كيرتن حتى كولوجين حتى أحمد أمية عشان يحافظ لي على الشعر بيحافظه أكيد بيدي نتيجة أفضل طبعا وهو ما فيوش صالفيت ولا أملح سوديون فبالتاني مش هيناش في الشعرية عندي بالعكس ده هو فيه بايتام فيه حاجات بتقوي الشعرية وبتحملي تلاقي بعد كده عارفة الروتس اللي طلع تلاقيها مختلفة تماما عن اللي فردت بفورمالين بر لأ ثانية واحدة يعني الجذور اللي طلع اللي هي ما تعرضتش أصلا للبروتين بتتأثر بردو بتتحسن بتتحسن يعني ما بتطلعش بره بتلاقيها طلع ناشفة قوي لأن الفورمالين بيأثر على فروط الراس لكن تعالشان فيه كل زيوت طبيعية موط طبيعية زبدة شية حاجات كلها بتغزي فبالتالي بتخلي الروتس اللي طلع كويسة يعني متحسنة أكتر من الأول بالنسبة بعد كده بابدأ أستخدم بعد كده الهير موسك الهير موسك فيه زبدة شية فيه فيتامنز زبدة شية عايزة أقولك من الحاجات الكويسة جدا زي كان البشر أو الشعر بتزود برضو المحتوى الماء اللي داخل الشعراي فبالتالي الشعراي ببان نعمة طبيعي طبيعي المفروض أن أنا أستخدم لشعري أصلا روتين عناية يكون فيه هير موسك وأنا أقدر أخذ الهير موسك أو السيرم أو الشامبول واحده لو أنا حتى فردة أو عم شعري برقى أقدر أخذه لوحده من غير المجموعة كاملة وبعد كده أبدأ أن أنا أحط على شعري السيرم بس بيأرنج بس خلينا نفهمهم يعني إيه بيأرنج بيش أنه قولي لي صححي لي لو أنا مخطئة الألوان اللي بتبقى على بلوند أو بنيات على صندري لما بيتحط عليها المنتجات دي بتدي على أورانج ما هو ده اللي أنا بقولك عليه شكاك وفرة تقوله بيأرنج بيأرنج الشعر هما باللغة بتاعتهم بيأرنج الشعر لا هو ده لو تحط ما بيفتحش لون درجة بسيطة جدا لكن ما بيروحش لده لأن اللي بيعمل ده هو اللي فيه فورمالين بيأرنج الشعر جامل زيرو فورمالين زيرو فورمالين ومصرح من وزارة الصحة المصرية طب خلينا نشوف الفيديو ده الخير معاكم ناني صلاح متخصصة لعلاج الشعر في البروتين والترميم والفيلر والبوتوكس دلوقتي معنا حالة شعر صعبة جدا لشعر مجهد وهنستخدم دلوقتي بروتين أورجانيكا ودلوقتي هنبدأ تطبيق المنتج ونشوف مع بعض النتيجة الشعر واللون عملت لون هتعمل لون كمان ده يعني لا سحر ولا شعوزة واللون كمان ما تقصرش اللون لا هي سبغت عملت لون تاني بس الشعر كان تقيل قوي لا بس أنا عاصل يعني مش مقرنج زي ما لسه كنا باللون لا مش مقرنج هي قدت لون بعده لاني أنا سألتها دي بيوتي سنتر من اللي استخدمه البروتين احنا عندنا البروتين ده باللتر كمان ليه البيوتي سنتر لو هو حابب ان هو يستخدمه بسي الصورة دي دي بنوتة صغيرة يمكن مصورة الإزازة جنب راسها قبله بعد اه واللي تحت بنت صغيرة وهي هي نفس البنوتة فالأربع صور دول لنفس البنوتة اللي هي شعرها كيرلي كؤل طب انا ايبا مناسبة ان انا بنتكلم على الاطفال هل امن للاستخدام على الاطفال اه للاطفال من سنة خمس سنين بسي هنا البلوند اللي انت سألت عليه دي كان شعرها بسي تالي في ازاي وفجأة الشعر الناحية التانية هي عملت بقى السبغة بعدها فبالتالي هو ما ارنج معا مداش اللون لا ده البلوند عادي السبغة عادي ممكن تتعمل البعد اه بس فريق امونية ما بلاش فيها امونية لعشان ما تنشفش الشعر معي قصي البلوند دي كيرلي برضو شعرها ده الشعر هنا عشان غمق كمان بين اللمعة اكتر اللمعة اكتر وتحسي ان الشعرية فعلا نعمة طبيعية ما تحسيش ان هي مفرودة ده بالنسبة طب النتيجة المبهرة دي بتستمر المدة قد ايه طول ما انا محافظة على البروتين بيفضل معي موجود لحد ما يطلع الجدور اللي هي الطبيعية وبرجأ اعمل الجدور تيه لكن اللي التعامل خلاص اللي التعامل خلاص موجود طبعا بتعيدي او بتعملي عليه العادة بتاعته ممكن من 6 شهور لتسع شهور حسب استخدامك بقى حسب المفروض الحاجات اللي احنا بنقولها لك وبتلتزمي بيا لو التزمتي بيا بيعيش معي طبعا فترة طويلة جد وهو الجدور اللي طلع نفس اللمعة ونفس كل حاجة لان انت عندك مكونات تانية وموتنة الشامبون تي بتغسلي بيه في نفس مكونات البروتين عندك برضو هنا ايه عندك الهير موسك بنحافظ عليه يعني بنحط له زي كافر او غلاف بالضبط السيرم بقى بيعمل كافر للشعر بحافظ على الشعرية فبالتالي ناس كتير فهم ان السيرم بيبقى غلط للشعر لا السيرم السيليكون احنا بنحطه جوه جسمينه في العمليات التأمين وحاجات دي بتحط جوه الجسم ما بيدرش فالسيليكون السيليكون طبي بتحط بنسبة معينة ومع خلط الزيوت اللي هي موجودة فيه زي الأرجان والججوبة وزيتي الزتون والحاجات دي كلها فبابدأ اغزي الشعرية اعمل لها كافر واغزيها وما بيبقاش ملزق الشعر في بعضه يعني بخليش الشعر لازق في بعضه تلاقي تحس ان الشعر فلافي كده ولطيف ومفوش اي حاجة خالص هو ده المشكلة دايما ان هو بيلزق في بعضه لا يعني مشكلة الشعر ليس بشكل عام ان هو بي ده سيرم لو تحط عليه سيرم بي لا ما هو فيه انواع فيه بيبقى عندك السيليكون فيه جديد بتقيل فده بيأثر على الشعر وفيه عندك سيليكون بيبقى نسبة معينة احنا معينا كمان على الشاشة ريفيوز من العملاء شكرا على ثقة حضرتك في منتجات ارجانيا اه وتقولك ده جميل جدا انا عملت شعري في البيت ونتيجته عجبت اه عملت في البيت اه شطورة عملتوا في البيت نزد من اول سيشون كمان يجن عايز اشكر ارجانيا جروب على منتج الترميم وفرد الشعر حلو استخدام تشبيه الترميم اه انا هقولك هو بيرمم الشعر ازاي دلوقتي اه عايز اقولك هنا برضو اشكركم ازاي مجموعة الفرد ما كنتش متخيلة انها جميلة كده بالجمال ده والبنت فردتلي الحمد لله والبنت فردتلي اه 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 مش باين تحت قوي الكلام دي صفحة ببعيتنا دي صفحة الفيسوك اه ارجانيكا جروب دي صفحة عايز اقولك ان الترميم ازاي قبل ما تقولي دي شهات الايزو خدنا شهات الايزو على كل المنتجات وجودة الشركة الحمد لله اه انا كنت هستقلك تسعة تلاف واحد للجودة اه كنت هستقلك هل المنتج معا تصريح من وزارة الصحة عشان نطمن المشاهدين انا قلتلك في اول حلالة هو معا تصريح من وزارة الصحة وغدين كمان شهات الايزو شهات الايزو تسعة تلاف واحد على الجودة على كل المنتجات اللي موجودة وان شاء الله قريبا الاف دي اي المفروض شفتي بالظبط كأن أنا عاملة سيراميك في الأرض فده الشعر اللي سنعمي. طب أنا فيه مطباط عندي أو فيه حفر. أنا دايما بحب أشبه الحاجة كشان توصل للناس بسرعة. تحسني فيه مطباط فأنا برمم إزاي بي على الشعرية نفسها. وببدأ لما بحط الكولاجين وحط الكرة والبروتين والحاجات دي كلها وزردة الشية والزيوت الطبيعية. فببدأ أخذ المطب ده بالظبط بساويه بالتاني. فتبدأ الشعرية عندي تبقى ملساء وتبقى نعمة وتبقى رممت الشعرية نفسها. خلاص كملت اللي ناقص من الشعرية فده بيغزي الشعرية نفسها. هو فعلا على فكرة في الدوق الوحد لو مسك الشعرية من كترة ما هي منهاكة بيلاقيها مش بنفس الثم. برافو عليك. طالع ونزلة كده. وتلاقي من فوق تخين شوية اللي هو طالع جديد ومن تحت رفايا قوي. بسبب حالك تبقى تستبغى والحاجات دي كلها. لكن ده عايز اقولك ان هو علاجي مية في المية بيعالج الشعر كويس جدا وكتير من اللي جربوا او نسبة كبيرة جدا من اللي جربوا بيشكروا الحمد لله ربعين ان هو ما سقطش الشعر وده مهم ان انا ما قطعش الشعر والشعر يقع عندي. يعني ده الميزة اللي موجودة في البروتين ليه عشان التغذية بتاعته. يعني هو بيغزي زبدة الشعي بتغزي البعايت عمز بيغزي الكولاجين بيزود الصمك البروتين نفسه والكرة النفسه بيفرده. انت قلتلي على فكرة حاجة ساعة ما ازدي بيفرد كده ومفوش فورمالين صح؟ او. الناس فهمة ان الفورمالين هو اللي بيفرد. لا الفورمالين مادة حفز مش زمان كانوا بيحنطوا بيها الموتى. طحنيت مادة حفز بحفظ بيها الحاجة. طيب ايه اللي بيفرد عندي اساس الفرد ايه؟ هو البروتين والكيراتين والكولاجين والحاجات والأحمد الأمينية زبدة الشي لما يكون يبقى فيه مرتبات. كل الحاجات دي لما تجمع بعض افرد الشعر بيه هو اساس البروتين. ليه طلع عليه بروتين؟ ما قالوش ليه فورمالين. بانا كنت ممكن اقول فورمالين. او انا عايزة تقاليك اين فرق ما بين البروتين والكيراتين والكيراتين؟ بس ازاي ما قلني الكولاجين ده تبقى مواد طبيعية فيه كولاجين بحري. اللي هو كولاجين مارينة بيبقى محتوطه من اجود الانواع. ممكن استخدمه للبشرة. لا انا بكلم على الشعر لتحديده. بالضبط على الشعر او البشرة. الاتنين هو طالما الكولاجين طالع من البحر فده بيبقى موجود في قشور السمك او موجود فيه النباتات اللي بتبقى موجودة في البحر نفسه. الكيراتين والبروتين بيبقى ساعة احيان حواني او نباتي. فبيبقى دول مادتين اتنين سبحان الله المادتين دول اساس في مادة الفرد نفسه. يعني بتفرد الشعر وبترمم الشعر وبتفرده. عايز اقولك ان انت لما تحطي معاها مكونات كمان لتغذية الشعر ده مهم جدا ان انا اغزي الشعر وارممه. مش معناه ان انا احط بس فورمالين وحط بروتين وخلاص على كده. فورمالين بيدمر الشعر بيدمره حرفيا. تلاقي ناس كتيرة شعرها كان طويل وتقولك انا شعري بقى حبة صويرين خالص من بعد ما فردته. احنا بيجينا الشكوى دي كتير. عايز اقولك ان احنا حتى في الشركة رعينا ده وعملنا يمكن ان شاء الله في الحلقات اللي جاية يكلمك فيها عن منتجات بقى التساقط الشعر. لان الناس جيت كتير لما بعد ما عملنا الفرد بدأوا يقولك طيب انا شعري بيقع. يعني الناس اللي بتبقى فرده برد بالفورمالين او غيره او حتى لو راس او او التساقط. بالمثالي اميز حاجة واهم حاجة انتي قلتيها النهاردة ان هو مش بس بيفرد هو كمان بيغزي الشعرية وبعدين في مجموعة متكاملة عشان نحافظ على النتيجة دي لأطول فترة ممكنة. نلاقي نورتينا. ومشكورك على المعلومات القيمة اللي انتي دتيهاي انا حاجر بنا. حاببتي مرسي. مشاهدينا وصلنا لاخر محطة في حلقة النهاردة ونشوفكم في الحلقة الجهة ان شاء الله. اشتركوا في القناة